موسيقى السلام عليكم اليوم سوف نشارك معكم طبق الرفيسة و التريد لدينا 1 جاجة 100 كيلو لقد قمتها سوف نشطها الضجاجة تقومون بلنين و تجعلها الصباح و طيبة لقد قمتها هنا بشاجة يجوش كيلو هنا البصلة بصلة تقريبا 4 البصلة الفل لدي الترابيل لدينا ملحة تبقى على حساب الدق لدينا سكين جبير واحد شوية الملوين لدينا رأس الحانود لدينا المرزية للتشاج كل شيء هنا قدرت فيهم معرقة معرقة صغيرة مرزية للتشاج رأس الحانود لغزار سكين جبير تحميرة الكامون ملحة على حساب الدق لدينا زيت مائدة زيت العود لدينا واحد بالتراز التومة لدينا كل هذا لدينا حمد المصير لدينا رغعات في صوت التومة لدينا واحد شوية القزبر مع النص شوية لدينا شوية الحلبة وضوقة لدينا حسب اللوغة جديدة هنا الزيت لدينا 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 شرب ملتزا دلائسوية السرمونة سوف نضيف الزيت 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الليلة كاملة وفي الصباح طيبة هنه قد ندير بصلة قد ندير معاد ربيطة اللي نطلعها الحلاكية قد ندير قد ندير قشاجة دينا عكا قد ندير قشاجة دينا قد نزيد قد ندير قد ندير قشجة تحرير قبل تقريباً 4 شقوق لكاور التعبيل كما كثير من التعجر وجمع في التوما وامسير ومصير هنا العدس والفول سنجد انتج نحيضها ويبقى هذا الاصص ممكن لكم طيبه بوحده او هذا الاصص مثل الطبس تديروها فيه او تديروه معاني سنجدوها تحرمين مع البصلة هنا انا نسيت ما اخبرتكم قد نضيف سمن نضيفه ويمكنك قليلا قليلا هنا سوف نحضر العجينة في العجينة سوف نحضر الرزيزة هنا كيلو فورس و هنا زلافة القمح كيلو زلافة فينو وهذا الفورس نخلط هنا كيلو عندي هنا الملحة على حصبتك و هنا معلقة كبيرة ساندة و سوف نحتاج الزبدة كي نورقها الزبدة و شوية الفينو كي نورقها والزيد و الغيزة نحضر العجينة و الغيزة و الغيزة و نقوم بسرعة الغيزة الساندة والملحة والجنة والجنة بعد عجينة حلقة بخلقة ثقلت هكذا البرتبا وعجينة ارزيزة هكذا تكون مرقة اجنة مرقة البرتبا لا أستطيع تزمر سوف نغطيها بلاستيك الهدائي و نجعلها ترتاح بلا ما ترتاحه و نكون دول طيبه هنا سلاديالة تشحرات مزيان تشحرات المبجاجة مزيان معه التوابي نضيف المرقب ثلاثة تلاثة تلاثة تشعروا ثلاثة تلاثة تشعر نضيف المرقب ثلاثة تلاثة تشحر هنا جاجة طبطة بعد ما طبطة سوف نضيفها لكي تسقطر لنا ونضيفها لفران نضيف ملعقة الحصوص نضيف ملعقة الحصوص نضيف ملعقة الحصوص لدي حلبة الحلبة على حسب التقليل ما بيسوهاش مديروهاش دعيش بيو سوف نجعل هذه الأدسة والفولة إطابة لصوص والتجاجة ديالة عيك تسقطن بشي ندخلها لفران نجعل هذه الأدسة ونجعل هذه الأدسة ثم نضيف حسب التجاجة ونجعل خبز الرزيزة ثم نضيف حسب التجاجة نضيف حسب التجاجة سوف نقوم بشكل كويرات بعد مشكلة على شكل كويرات سوف نقرسها و نخبزه سوف نقرس العجينة بحراركية سوف نقرس الزيت و الزبطة و فنو سوف نقرس زبطة سوف نقرس زبطة يقرس زبطة الزبطة هذا المكان الذي قررسنا على هذا المقام نشكره بعد هذه القطعة البيتزا نقطعه بحركة نقوم برزيزة ساعة على هذه القطعة نقوم بحركة 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 نقوم باستمرين بحركة هذا الشكل يجب أن يتحمرون بحركة حتى نكمل العجينة كلها في الطيب ونرى لكم الشكل ونضحها الزجاجة بعد مصدرها يجب أن تكون على هذا الشكل بعد مصدرها بعد مصدرها هذا الشكل الزجاجة وشتتها وقد أستطيع أن تحمل موضوع ونضح ونقوم بحركة هاد جاجة دينا مبادنا احمراء كتكون على هاد الشكل هاد رزيزة دينا موضع هاداش غنزينا موجود هلا صج دينا ها هي موجودة هاد اندازو قش نقطعه رزيزة دينا باش نجده نقطعه هاد الشكل عكا اصبح هاد الشكل عشو رزيزة دينا هاد شكل عكا هاد اصبح هاد شكل عكا هاد اصبح هاد اصبح هاد هاد نسكيها هنا على صوستينا نسكيه هذا العدس الفورة طيب كوشي طيب هنا نضع الشاجة هذا الشكل نضع الزيمة بالبيض والتمر نضع هذا الشكل الثمر نضع الثمر نضع الثرقة نضع الثمر هنا نضع الثمر نضع الثمر نضع الثمر نضع الثمر نضع الثمر هذه الثلاثة نضع الثمر نضع الثمر نضع الثمر نضع الثمر لا